بعد تصوير الفيديو للطالبة نيرا أشرف داخل المشرحة القبض على الممرضة اللي قامت بتصوير الفيديو وإليكم التفاصيل كاملة تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقاهلية من إلقاء القبض على الممرضة صورت نيرا أشرف طالبة المنصورة أثناء تواجد جسمانها بمستشفة المنصورة بعد قتلها وثبت قيامها بتصوير جسد طالبة المنصورة أثناء وجودها داخل مشرحة المستشفى ونجحت أجهزة الأمن المصرية في تحديد هوية المسؤول عن تصوير فيديو جسد الطالبة نيرا أشرف أثناء وجودها في مشرحة مستشفة المنصورة وتم تحديد شخصية الممرضة التي تعمل باستقبال المستشفى والتي صورت الفيديو وقت الوقع وتبين أنها تدعى مونة ممرضة ومقيمة بمدينة السنبلوين وبتقنين الإجراءات وبعد التحقيق مع جميع الطاقم الطبي والتمريض في نبطشية المستشفى يوم الوقع الأثنين الموافق 20 يونيو 2022 تبين أن مونة الممرضة بذات المستشفى ومقيمة بالسنبلوين هي من قامت بإلقاط الفيديو وهي الآن في قسم الشرطة وجار التحقيق معها